بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم وبركاته معكم فادي البلتاج من هاي دي النهاردة في سؤال عندنا عن الازولة ومشكلة حرق الازولة او تلفها فهنسمع السؤال وهنجاوب عليه والله يا بشماندس فادي انا عند الازولي القرص بتاعها بجزاير خالص خالص كده يعني وبعد كده قلب يسود اتحرك خالص نهائيا فمش عارف هي المشكلة والله احنا اسمعنا السؤال بتاع الاخ اه اه ففي اول معلومات الاول حدها الاول عشان بس نبقى كل واضح وفاهم اولا اه بالنسبة طبعا التسورات عندي معلش اه عزلوني الوقت التسورات عندي كلها بشاه باخد تسورات قديمة وبنشرها على الفيديو بلما اطلع صورة سابتة او صورة فاضية يعني او اه عشان خاطر ان عندي المكان اللي فوق السطح اللي انا كنت بصور فيه كل الوقت عشان بعلل بيت فالدنيا عندي بايزة خالص وان شاء الله حدنا قبل ان ازلكوا صور جديدة بالشغل الجديد اللي هينزل باذن الله او رايب باذن الله تمام ده اول حاجة تاني حاجة اه بالنسبة للزراعات الزراعات يا جماعة مفيش حاجة اسمها نبات دائم طول السنة بيديك انتاج دائم طول السنة تمام احنا عشان خاطر بقينا كل حاجة دلوقتي عندنا بقينا شايفينها موجودة طول السنة يعني فيه كان زرع خضار صيفي وخضار شتوي فاكهة صيفي وفاكهة شتوي الوقتي عشان اه شغل الصوب وبقت كل حاجة قدامك طول السنة موجودة الخيار موجودة طول السنة التواطن موجودة طول السنة الفاكهة موجودة طول السنة المانجا موجودة طول السنة كل حاجة موجودة طول السنة فانت بقيت فاكر خلاص ان كل حاجة بتزرع طول السنة لا كل حاجة ليها مواسم كل حاجة ليها مواسم انت لما تكون الحاجة عايز تشتغلها طول السنة يبقى لازم تتغلب على المواسم بتاعتها. حاجة بتشتغل في الصيف يبقى لازم بتعمل لها صوبة في الشتاء. واتدفيها عشان خاطر تديك انتاج في الشتاء. حاجة في الشتاء بتعمل لها صوبة وتضلل عليها. وتخلي الحرارة من الحرارة قليلة جدا. وتعمل لها مراوحة بتاعها كده عشان خاطر تديك انتاج في الصيف اللي هو المفروض يديه لك في الشتاء. تمام? برضو الازولة كده. الازولة نباتي واستوائي بيشتغل على الحرارة عايز حرارة من تمنتاشر عشرين لغاية خمسة وتلاتين. تمام? تمام? فلازم تكون الحرارة عندك في المعدل ده. من خمسة من من تمنتاشر عشرين لخمسة وتلاتين عشان تديك انتاج. تمام? هي مش نبات شتوي. تمام? هي مش نبات شتوي. فانت لازم تيجي على دخول الشتاء على شهر تسعة لازم تمعامل صوبة. على اخر شهر تسعة. تمعامل صوبة مضللة ازا كنت عايزها تشتغل عندك في الشتاء. تمام? عشان حاجتين. عشان النادى اللي بينزع عليها الفجرية اللي بيلسع زي زي الرصاص ده. انت ما تطلع الصبحية من البيت بتأمتلج. تمام? المية نفسها ساعة. هو قاعد في مية. المية دي درجة الحرارة بتاعتها بتنزل لخمسة. بالليل ممكن تنزل لخمسة في الاوقات دي. بتنزل لخمسة. طب هو عايز درجة حرارة حد قدنا تمنتاشر عشرين. وهي درجة المية عندها دأوقتي خمسة. فلنبات مش هيشتغل. الجذور مش هتشتغل مش هتمه. النبات مش هيدتي النبات خضر يا خلاص لأنها هيطاقة beliefs죠. تمام؟ هيبدأ النبات يتوقف. طب النابات توقف. الخالية بتاعته ما بتتجددش. هيحصل له ايه؟ هيحصل له ان الخالية الاديمة تموت. تمام? الخالية بتاعته الاديمة تموت. تمام؟ غير لسعة البرد بتموت. البرد بيلسع زيها زي النار. لسعة البرد نفس درجة النار. نفس اللسعة بتحرق. زي النورة زي ما النور بها بتحرق لسعة البرد بتحرق. تمام? انت لو تبص ساعات لما بيكون فيه سقيع جامد جدا وتمشي تلاقي الشجر تبص على ورق الشجر تلاقي ورق الشجر كده محروة وبيقع. تمام? في نباتة في نوع من اشجار بتتحمل. الاشجار الشتوية فيه اشجار ما بتتحملش. تمام? تلاقي ورقها بينشف وتحرق ويقع. تمام? فده برضو ورقه بينشف وتحرق ويموت. تمام? فانت عايز تحافظ عليه? انت مشكلتك كلها. من شهر عشرة لغاية شهر تلاتة. تمام? عايزوا ينتج معك. اغطي بصوبة بلاستيك. اعمله صوبة بلاستيك عشان خاطر. ان شاء الله عمدان كده اي حاجة كده هوت على قد الحال كده هو. وتغطيها بصوبة بلاستيك عشان تحميها من لسعات البرد. ومن الرياح الشديدة. الرياح الشديدة بتاعت البرد. واللسعات البرد. والدف المية. الشمس تفضل طول النهار ضربة في الصوبة بلاستيك. بيدفيها المية مسخينة المية. تيجي مسافة الليل. وقبل ما لدرجة الحرارة تبدأ تنزل بتبقى المية مثلا سيخنة. الدرجة الحرارة بتاعتها بل خمسة وعشرين ولا حاجة ولا تمانية وعشرين. قبل ما تنزل بمسافة الليل تمام. اه ديجي النهار الشمس تطلع تبدأ تدفي تاني بأن المكان جوه دافي والنبات شغال. لكن النهاردة درجة الحرارة تحت الوقت تحته. النهاردة بالليل ممكن تبقى في المية خمسة. وستة. وساعات تقل عن خمسة كمان. وبعدين الشمس ستطلع فجأة. تمام? الشمس ستطلع مباشر فجأة. تمام? مفاجأة يعني على الساعة ستة بتبقى تلاقشة الشمس طلعت. ويبدأ الحر يزيد. يعني اخوصونا في السعيد وفي المناطق دية الحر يزيد بالنهار تتلاقي ولعة وبالليل تلج. يعني بالنهار تتلاقي حر جدا بالنهار وبالليل تلج. تمام? طب انت النهار ده كده بتبسطرها. يعني انت عاي تسقحها وتسخنها تسقحها وتسخنها تسقحها وتسخنها. طب انت ان شاء الله عايز نبات زي يعيش في الظروف دي ازاي يعني عايز يعيش ازاي. فانت عايز تحافظ عليه. يبقى بنعمل صوبة عشان نحافظ عليها. ده اول شيء. لسعت البرد بتحرقه وبتموته. بتعمل في نفس النهار. النبات بيصغر. بيصغر ويموت وبعدين يسود بيبقى حركتين. يا اما لسعت برد يا اما انت حطيت سباخ كتير جدا في الحض. والمية بتاعته ضرت وبعدين ضربت على بني ودخلت في سواد. والجدور بتعفن وبتموت فالنبات بيموت. فانت لو ما عندكش المشكلة دي. هيبقى مشكلة البرد. يعني انت اللي بتوش بص في المية. لقيت المية صافية وحلوة وجميلة وراحتها حلوة. يبقى مشكلتك انت الوقتي لسعت البرد. تمام? ما تجيش تقول لس النهار الجو جميل. طب بالليل. تمام? بالليل من المغرب لغاية تاني يوم الصبح. الجو شكله ايه? تمام? فاحنا عايزين. اللي عايز انتك في الشتر هي نبات. وتعمل لها صوبة زي اي نبات. هيشتغل معك في الشتر ويديك انتك طول الشتر. ما عملتش انت بقى ونصيبك. درجة الجو في مناطق جو فيها كويس. في مناطق جو فيها وحش. تمام? يعني انا كان عندي ما كنت زرع عندي في السطح. انا عندي كان ساعات اللي حيطان عندي كان بالداري. كانت بتعدي معايا سنة بسلام. وتيجي في سنة يجي نوة جامدة جدا بتقوم دربة للحقود حرق هولي. تمام? لان انا ما كنتش مغطى اياميها. تمام? مرة مرتين اتحرق عندي. تمام? لا ساعة البرد. اه هو كسل بقى اعمل مشامعات وكلام ده وانا الواحدي. وما فيه الصحة انا اطلع واتنطط فوق الاسوار. طنوا الاسوار اعمل مشامعات. فآآ باسبها على الله فكان اتحرق ومات وعملته تاني. تمام? فانت اهم شيء. زي ما قلنا كده. عايز انتاج في الشتا دفي. مش هتعرف تدفي. بيبقى خلي شغرك زي اي نبات. الصيف صيف والشتا شتا. عايز الانتاج يشغل معاك وموفي معاك وهيوفر التكلفة اللي انت هتعملها الصوبة والكلام ده. هتجازي معاك انك تغطي والكلام ده ولا هيطلع هيغطي لك الكلام ده كله. تمام? ده اول حالة. فيه ناس بقى ما بتعملش يعني فيه ناس بيبقى زرعة بالفدان او اتنين فدان. تمام? بس بيجي في الشتا مش هيقدر يغطي فدان ولا اتنين فدان. الموضوع هيبقى مكلف جدا. تمام? بيفضل شغال لغاية تم ما يحصل اللي يحصل. بس بيبقى عامل صوبة اسمها الحضانة. بيسموها الحضانة. او الحافظة. بيعمل حاجة حتى زرعة كده خمسين متر ولا حاجة كده. عفوا. بيزرع فيها ازولة. بيبقى محافظ عليها. عامل لها صوبة. دي عشان تبقى الزريعة عنده. ساعة ما يجي شهر تلاتة. تمام? بيكون بجهز احواضه. ويبقى عنده زرعته. ياخد منها الامنائل في احواضه. ما يرجعش يدور على زرعة تاني. ولا اشتريتين انه طبعا هيبقى عايز بيزرعة وفدان. بتكلم فدان. ولا اتنين فدان. عايز زرعة كتير جدا. لكن لما يبقى هو عنده خمسين متر زرعهم. بيطلعون له مسلا في حدود مسلا. ايه عشرين كيلو ولا حاجة ولا خمساشر كيلو. يبقى يقدر كل يوم يعمل توسع يعمل حوضه يتوسع يتوسع يتوسع. خلال مسلا اسبوعين تلاتة ولا شهر هيكون رجع المساحة عنده كلها تاني. تمام? فدي المعلومات المهمة اللي لازم كل يستفيد منها بالموضوع الازولة. لو الموضوع بخصوص برد احنا عرفنا الوقت المشكلة هتحلها ازاي? يستعمل صوبة يا اما اسبقى من الموضوع ده في الشتاء مش هيتقدر عليه. تمام? الموضوع لو موضوع بقى لو حصل ان الموضوع انت حطت سباخ كتير غلطة وانت حطت سباخ كتير. تمام? هتحل المشكلة دي ازاي? المشكلة بتاعت السباخ الكتير بنقوى عاملين حل. بيقيم المية عندك لو وطي قليلة يعني مسلا انت حاط المية خمسة ستة سنتي والعشر سنتي. علي مية على قد ما تقدر. على اخر الحوض. تمام? وانت بتعلي مية حط آآ خمسة جرام سوبر فوسفات لكل متر وخمسة جرام كابرتات النحاس عشان تقتل الفطريات والبكتيريا اللي في الحوض. هي كده كده الجدور كده عندك هتتحرق. تمام? هالجدور عندك هتتأثر وهتضعف. تمام? بس هنحطها كده عشان نطهر الحوض. نموت كل الفطريات والبكتيريا اللي انت عملتها في الحوض. تمام? بعد كده هوت هيبدأ الحوض يبدأ يشتغل معاك تاني. لو حسيت ان في برضو في مشكلة تانية بتيجي برضو بتسود برضو الازولة اسمها العشب الليفي. العشب الليفي ده بيبقى نبات ده بيجي بسبب آآ بتسقي من ترعة آآ من مصرف وفي العشب الليفي ده موجود. بيجي لك مع المية. ده مشكلته ان هو برضو بيتعلق في الجدور بتاع الازولة. وبيمتص منها الغذاء يعني بيمتص الغذاء من النبات. هو بيبقى عيش في المية ويعشب كده عامل زي الليف كده هوت زي الشعر كده. بيتعلق تلاقيه متعلق في جدور النبات ويبدأ يمتص الغذاء من النبات ويمتص الاكسوجين من النبات من المية في يخنق النبات في يموته. لو عندك عشب النيل في برضو نفس برضو الحال برضو. كابرتات النحاس مع السوبر فوسفات تمام? خمسة جرام خمسة جرام لكل متر بيتدوب ويتزود وانت بتزود مية الحوض. تمام? هيقدرك عليه وهيموته لك. تمام? كابرتات النحاس مع السوبر فوسفات. السوبر فوسفات ياريت يكون بودور. تمام? فما ننساش يا جماعة آآ الله يرضى عليكم. احنا كده عندنا بيقى في تلات مشكلات زي ما قلنا. اول حاجة البرد. تمام? وفي الصيف الحر الشديد جدا بس الحر الشديد جدا ما بيحرقه لكش كده وسودلت بسرعة. بتلاقي النبات وطروف وبتنشف. لو الجو حمدك حر جدا هتلاقي الطروف بتاعته بتلاقي بنشفة كده شكلها زي مجيارة كده او بنشفة. طيب كده الحرارة عندك عالية لازم تحط سيرام. بتبقى في الاماكن اللي فيها حرارة عالية جدا. زي الماناطق الصحاري والوحات والكلام ده. الحرارة الجو جاف والجو حاري جدا. لكن في السعيد وفي المدن والكلام ده عشان الجو بيقرطب. فالحرارة يعني ما بتأثرش قوي زي اه اماناطق الصحراوية. تمام? فياريت يكون كده المعلومة وصلت. تمام? والحل كده وصل لكم. وان شاء الله ما تنسوش تتابعونا على القناة وادسوا اعجاب. وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واللي عنده فيديوها. اللي عنده اي استفصالات. اه ما بمانساش. بعتنين على السؤال بتاعه. واحنا هنرد عليه فيديو عشان الجميع يقدر يستفيد. لان صعب ان انا هقدر على كل واحد في التليفون. بيجي لي السؤال مكرر بالكتير. او ممكن يجي لي مئة مرة مكرر في نفس الوقت. زي الوقت السؤال ده. بيجي لي مكرر كل يوم فوق الخمسة ستين مرة. فكده يستفيد الجميع. مش محتاج ان اكرره لكل واحد. تمام? وان شاء الله قريب ازن الله. انا ان شاء الله خلصت اللي عندي الصبر الاخرينية في المكان. هبدأ اصور لكم فيديوهات ازاي تجهيز المكان عندي. للمشروع اللي احنا قلنا عليه قبل كده. اللي هو المشروع بتاع الازولة والبط والسمك. هنعمله كمشروع لان المشكلة اه في المزرعة عندنا. اه الحاج رافض جدا. اه الحاج شريكي رافض جدا نصور هناك. وبرضو هو رافض هناك برضو نصور في الازولة هناك. في المكان عنده عشان حصل عنده هو بيأمن بموضوع الحسد. فبيرافض جدا ان هو هيصور هناك. حتى كان فيه فيديو نهين صورناهم هناك قبل كده. مسحناهم على اليوتيوب هو رافض عشان حصل عنده هناك. بسبب العين والحسد هو مؤمن بكلام ده. فاحنا قاسفين جدا اه مش هنقدر حاليا نصور فيديوهات جديدة في المزرعة. الى اما خلص ان شاء الله اما خلص المزرعة اللي عندي اللي فوق السطح. اللي انا بعملها لها التعليمية دي. ان شاء الله هنزل لها فيديوهات قريب ان شاء الله. اه كل ما نجهز حاجة هنصورها عشان تبقوا معنا اول بول. اللي عشان اللي عايز يعملها واللي عايز يبقى ان شاء الله وانتمها. ونعمل فقط دورة بقطة ان شاء الله. اه اللي عايز يجي اخد دورة فيها احنا تحت امركم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش تفعلوا الجرس وتدوسوا اعجاب.